وتحب نبتدي من ماتش النهاردة أهل ومؤولين ولا نبتدي من مونديال ونرجع بعدها للماتش لأهل ومؤولين زي ما تحب يعني تعال نبتدي من أهل ومؤولين من منطلخ النخير البر عجل والماتش النهاردة والثنين أكيد الفرقتين عندهم حوافز ومش محتاجين نتكلم أوي عن وضع نادي الأهلي لكن لو هنبص على فريق المؤولين العرب وهو فريق برضو مش سهل ومنظم إلى حد كبير أكيد هو كمان عنده نفس الدوافع الموجودة عند النادي الأهلي وعنده كون الفرق المشاركة في النسخة دي من الكاس فكرة حلم الوصول أضع في الإيمان للمربع الدهبي وأخدم في الاعتبار على أن ماتشات الكاس هي مباريات إقصائية يعني من فرصة واحدة ممكن تلاقي نفسك يا خارك يا تسعط شايف الماتش ده هيكون عامل إزاي بالتأكيد طبعا هي مباراة مهمة سواء للنادي الأهلي أو للمقاولين العرب خاصة أن المباراة جاء بعد فترة التوقف مش بسيطة كانت فترة التوقف طويلة تحديدا للنادي الأهلي المؤونين العرب معه مدرب محنك وخبير هو الكابتن شوئي غريب ولكن كما ذكرت يا كريم هي مباراة الفرصة الوحدة لأنه اللي هيفوز خلاص هيتأهل لنصف النهائي لكن أنا أعتقد أن الأهلي هو الأقرب لتحقيق الانصار خاصة أن مرسيل كورر أعتقد سيبدأ بأفضل عناصر ليسا حين هو أفتقد طبعا واحد مهم جدا هو علي معلول نظرا طبعا لتواجده حاليا مع منتخب تونس في نهايات كأس العالم في قطر ولكن أنا أعتقد أن كورر سيبدأ بالتشكيل الأساسي حتى كان في بعض الكلام أنه يمكن علي لطفي أو محمد الشناوي لكن أنا أتوقع أنه يبدأ بمحمد الشناوي بشكل أساسي لأن الأهلي يريد استعادة البطلات بأسرع ما يمكن لتعاويد طبعا مع حدثة فيه المسلم الماضي فأنا أتوقع إن شاء الله للأهلي هو الأقرب تحقيق الانصار طيب لو كلمنا عن كابتن شوئي غريب لو هنقول الفكر بتاعه مثلا هل بتتوقع يتكلم أو يلعب يعني يتكلم بلغة القرى في الملعب بفكر دفاعي مع مثلا اعتماد على الهجمات المرتدة مثلا لأنه يلعب برضو أمام النادي الأهلي وزي ما إحنا بكنا منتكلم دي مباراة يعني الشوط الواحد زي ما بتقال بالتأكيد هو سيعتمد على التكتل الدفاعي هو سمى الهجمات المرتدة وأعطاك أن كورر مدرب الأهلي هيعمل حساب ده بشكل جيد جدا لأن الأهلي يريد تحقيق بطولة خاصة طبعا أنه من شهر تقريبا فاز بكاس السوبر على حساب الزمالك في أغوظبي وبالتالي أريد استمرار سلسلة الانتصارات بالبطولات ودي بطولة أعتقد في المتناول أنه خلاص خطه وخلاصه الأهلي ياصع على نصف النائي فأنا صحيح أنه يبقى فيه تكتل دفاعي من المؤولين لكن أعتقد لو هدف مبكر من نادي الأهلي سيسهل المهمة بصورة الجردية بيحسم إلى حد كبير صحيح سياري غالبا هيلجأ كولر للي شفناه منه في الفترة الأخيرة فكرة أنه عنده يعني تقدر تستنتج أنه مدرب عنده نزعة هجومية أو توجه هجومي إلى حد ما تعتقد أن الكلام ده هيحصل طماتش النهاردة من الديئة الأولى عشان يحاول النادي الأهلي أنه ينهي الأمور مبكرة؟ أنا أتوقع ذلك وفي الحقيقة أنا أريد أشيط بيكولر بس في نقطة محددة طهر محمد طهر محمد الحقيقة طهر محمد طهر مستوى تطور بصورة كبيرة جدا حقف الفترة أقولها جدا كان فيه بعض الانتقاطات طهر محمد فيه الموسم الماضي لكن حقيقة منذ وصول كولر هذا اللاعي تطور بصورة كبيرة جدا كريم فؤاد مش عايزين برضو ننساه طبعا لا حقيقة فيه تطور في مستوى بعد العيب الأهلي فبالتالي لا يعني الأهلي يعني بس النقطة الوحيدة المتخوف منها بالنسبة للأهلي هو فترة التوقف الطويل الأهلي حقيقي كان وصل البيك بتاعكم وصل جامل جدا خاصة طبعا كان المستوى الأكبر كان فيه مباراة الكاس السوبر ضد الزمالك فنتمنى إن شاء الله أن فترة التوقف دي متأثرش سلبية على الأهلي وأنه حق اللي انصار فيه المباراة اليوم وأعتقد أن الأهلي إن شاء الله قدر على ذلك